بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فآلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج فتاوى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا الله مجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا ويسعدنا أحبة أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة وعبر منصات التواصل الاجتماعي لقناة الرحمة أسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال على أن نجيب عليها لاحقا بإذن الله عز وجل من الأسئلة التي وردت كنت لا أملك مالا لأداء زكاة الذهب ماذا أفعل؟ وهل فعلا نصاب الذهب عيار 21 و 97 جرام وعيار 24 و 85 جرام وبعض الناس تهب جزءا من الذهب لأولادها وتبقي ما دون النصاب حتى يخرجوا من الزكاة فهل هذه معصية؟ فهذا السؤال عبارة عن عدة أسئلة الأمر الأول لا أملك مالا لأداء زكاة الذهب ماذا أفعل؟ يعني زكاة مدخر معد للإضخار وبلغ النصاب وحالة عليه الحول الأصل أن الزكاة بتجب في الذهب نفسه بتجب في الذهب ففي هذا الحالة لو ما كانتش معايا مال أخرج من الذهب نفسه بس هذا خلاصة ما يتعلق فإحنا فمعني يكون إنه مفيش سيولة ليست ذريعة لإن الإنسان لا يخرج الزكاة لإنه معايا دهب فيخرج من الذهب نفسه ثالما أنه هو معدل للإضخار ثالما معدل للإضخار تمام طيب لو فرد وكان فيه مال منتظر وانتظر اللي يكتب في وصية كده أنه هو عليه مال زكاة كذا وإذا كان المال يأتي قريب يخرجه ما كانش يخرج من الذهب نفسه طيب هل النصاب العيار 21؟ النصاب العيار 21 طبعا بيفرق عن 24 ليه؟ عيار 24 هذا هو الزهب الخالص فهو 85 جرام عيار 21 بيقل لـ 96 جرام على اعتباره أنه هو فيه نسبة النحاس فمن 96 جرام بالنسبة لعيار 21 بالنسبة ليه لعيار 18 بـ 113 جرام أما بالنسبة لأن بعض الناس بتتعمى التهب بالذهب للأولاد هنا ينظر إذا كان بيهب الذهب للأولاد يعني هبة حقيقية غير أنه بيتحايل والوضع في السؤال أنه بيتحايل عشان ما يخرجش الزكاة المتحايل يعامل بنقيض قصده يأثم والتحايل صفة يهود وذنها الله في كتابه ولا يصح أن يتعامل الإنسان مع الله بهذا فيتوب إلى الله أزوجال فإذا كان فعل ذلك تحايلا والذهم معدل للذخار وحال عليه الحاول واجب عليه إخراج الزكاة طالما أنه بلغ النصاب فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا والله تعالى أعلمي يسأل ويقول تتعرض أذني للضرر إذا دخل الماء إليها مما يجعلني أمسح عليها من الخالق فقط فهل يصح الأدوء؟ إذا كان هذا يعني بسبب مرض كما هو مذكور فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا كان فيه ضرر وضرر طبي والأطباء أقروا به وإن الماء يضر بالأذن أو يجلب مرض أو يؤخر شفاء يزيد المرض أو يؤخر شفاء فعند إذن فاتقوا الله ما استطعتم فلا حرج والوضوء صحيح يسأل ويقول بعد كل موقف ألوم نفسي إيه اللي غيرني كده أخلاقي ما كانتش كده وبستغفر ربنا ويحصل موقف بعد فترة وارجع تاني أجد نفسي أيضا وأعتف الخطأ ماذا أفعل بالنسبة للأخلاق أقوله بلاد طفي خلاصة الأمر في تحسين الأخلاق أول شيء يلجأ العبد إلى الله عز وجل يلجأ إلى الله عز وجل ويقول يا رب حسن حسن خلقي كما حسنت خلقي يقول اللهم هديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وأصرف عني سيئة الأخلاق لا يصرف عني سيئة إلا أنت فهذا علمنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنلجأ إلى الله بهذا الدعاء أولا الأمر الثاني يعد كده الأخلاق السيئة اللي هو بيقع فيها مثلا عنده سرعة غضب يتكلف ضد هذه الأخلاق في الحديث إنما الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر فالإنسان مش أخلاقه لن تتغير ما لم يجاهد الإنسان نفسه إن الإنسان يبتدي يكون رقيب على نفسه ويحسب إيه الأخطاء اللي موجودة عندي موجودة عندي واحد اتنين ثلاثة في الأخلاق أتكلف ضدها يعني أنا عندي مثلا سرعة غضب أتكلف الحلم إزاي أتكلف الحلم؟ يعني أنا أقول إن شاء الله عز وجل المواقف اللي أنا ما حلمتش فيها دي وما صبرتش فيها لو تكررت علي هذه المواقف أو مواقف شبيهة بيها أو أقل منها أنا إن شاء الله عز وجل هتحملها لله ومش هنفائل لأجل الله سبحانه وتعالى وألجأ بقلبي إلى الله يا رب سمحني وأعني ووفقني فنحن بالله ولله فمع هذه المجاهدة والصدق فيها تتغير الأخلاق بفضل الله سبحانه وتعالى إن يتكلف الصبر بالتصبر الحلم بالتحلم أجاهد نفسي على الصبر أجاهد نفسي على الحلم أجاهد نفسي على أخلاق الفاضلة فبهذه الحالة مع المجاهدة وسؤال الله عز وجل يتحصل المقصود بفضل الله سبحانه وتعالى بقى الضابط والقعدة اللي قدامنا أن الإنسان إذا كان إذا تخلق بخلق سيء يتكلف ضده ويجاهد نفسه في ذلك بإذن لا يتغير عليه الأمر مع مع ما استحضار مراقبة الله سبحانه وتعالى وتحقيق التقوى فهذه بتعين الإنسان على على التحلي بمكارم الأخلاق وتجعل النفس سمحة وترتقي إلى مقام العفو ومقام الإحسان للأخرين رغبة في الأجري والله تعالى أعلم هل يجوز عمل كاراتين رمضان وتوزيعها من زكاة المال يعني في كتير من الناس ييجي في زكاة المال يقول أعمل منها شنط رمضان وييجي في زكاة الفطر ونخرجها مال خلي زكاة المال مال وزكاة الفطر فطر هذا هو الأصل ثم أن الأصل زكاة المال تخرج مالا عشان الفقير يأتي باحتياجاته قد تفرض عليه في هذه الشنطة أشياء قد لا يكون أولاده بيأكلوها له وتكون أحيانا كما بيحدث من بعض الجمعيات عشان يجيبوا كميات يشتروا أشياء رخيصة ودرجة تانية أو تلتة ما تكونش من المال اللي يليق بالصدقة والزكاة فشاهد شنط رمضان من الصدقات والزكاة تخرج مال زكاة المال تخرج مال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عددنا حضرتك عندي جار جارة سألها تقول عندي جارة أخو جزة تاجر مخدرات ممكن يأتي أولادها فلوس وممكن نديها أم لا لأنهم محتاجين أقولها بالله توفيق هنا ينظر إذا كانت هذه المرأة ستعطي يعني هي الفكرة إيه أن الزوج الزوج بيرتكب المحرمات والعياذ بالله وولاده زوجته ولاده فقراء محتاجين فهم هل يدون فلوس ولا لأنه ممكن يكون بيشرب أو يأخذ المال يستخدمه خطأ أو ما شاب هنا ينظر إذا كان الزوج والأولاد غير معاونين له على هذا الأمر ومنكرين لذلك الأمر ومحتاجين نجيب لهم أشياء عينية عشان ما يأخذش الفلوس يجيب بقى مخدرات نجيب لهم أشياء عينية أو إذا ضمننا أنه هما مش هيعطوه المال أما إذا كان في شك أنهما سيعطوه المال فعند إذن نعطيهم أشياء عينية فقط طالما محتاجين هكذا في حالة أنهما بيعينوه على المعصية فيبحث عن الناس أهل تقوى فهذه الحالة والله تعالى أعلم زوجي كنا بداخل المملكة وذهبنا للعمرة وأنا نويت الإحرام من المنزل ونويت في الطائرة عند المقاط ولكن زوجي لم يفعل لأننا قضينا لينا في جدة ونوى وأحرم من جدة فهل تقبل عمرته وين عليه دم هنا عليه دم لماذا؟ أنه مر على المقاط بدون إحرام ولم يرجع إليه الأصل أنه هو طالما مر على المقاط بينوي من المقاط يكون جاهز بلبس الإحرام ويقول عند المقاط لبيك اللهم ما أمره عدى تجاوز المقاط وجاب إلى جدة وقد تجاوز المقاط فهذه الحالة الأصل أنه يذهب إلى إذا هذا المقاط أو أي مقاط آخر زي السيل الكبير مثلا لعمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيمر على مقاط لكن يمر على مقاط لا يحرم ويحرم من دون المقاط ففي هذه الحالة عليه دم فعليه دم فقط سك كده يجيبه في الحرم وتكون العمر مقبولا إن شاء الله عز وجل هل يجوز أخذ الراتب على تحفز القرآن نعم يجوز ذلك مع تحسين النية قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في شأن أخذ المال على القربات قال فرق بين من فعل ليأخذ ومن أخذ ليفعل يعني إيه يعني فيه فرق بين الإنسان اللي هو يريد أن يحفز القرآن ويستحضر الأجر خيركم من تعلم القرآن وعلمه وينصر تحفز القرآن في ربوع الدنيا وإنه يكون سبب في نشر هذا الخير ونقل القرآن إلى الصدور وإنه يكون يعلم كتاب الله سبحانه وتعالى فحريص وفيأخذ عشان يقدر يستمر فهذا مأجور بفضل الله وقد قال فيها مثل هذا قال الرسول عليه وسلم في مثل هذا الأمر قال إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله فهذا يجوز في هذه الحالة لا حرش لكن من أخذ من حفز لأجل المال هنا بقى النية فيها مشكلة يجب أن يصلح النية يعني هو بياخذ مال عشان يكمل تحفيز ده عظيم لكن وخذها مهنة هنا علي أنه يصحح النية فقط فخلصة الأمر يجوز أخذ الأجر على تحفيز القرآن مع تحسين النية والله تعالى أعلم ما حكم أخذ القرود في ظل الهبوط مستوى الجنب هذه الصورة فهل تعتبر ضرورة القرد الربوي لا يصح الإنسان أنه هو يأخذه إلا إذا كان سيقع عليه ضرر لا يستطيع دفعه كأن يكون علي دين وسيحبس واستغنفذ كل السبل فلم يجد وسيلة لتأخير الدين مأسان ورفع الحبس عنه لتأخير السداد أو رفع الحبس عنه فعند إذن الضرورة تقدر بقدرها لعمومي قول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه أما فيما دون الضرورة فلا يجوز أن الإنسان يتعمد فعل الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات فالربا يعني ما يأتي منه ممحوق البركة فعليه أن يبتعد عن هذا هل يجوز حلق العذار أو الشعر الخفيف أعلى الأزن هذا من اللحية يبتعد عنه أما داخل الأزن فلك أن تأخذه لا حرز عليك يقول السائل الله عز وجل في أكثر من أن يذكر نفسه بصغة الجم إن نحن 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 الموت سيرة الجمعية تسمى للتعظيم لهذه للتعظيم نون العظمة فهذا للتعظيم فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الأمر حوال عز بالله طب سائلة تسأل كنت بكلم واحد وأنا متزوجة وبعدت عنه ورجعت أكلم واحد تاني بس سنيتي مش بكلمه أنه حبيبي بكلمه عادي وعايزة أعرف كده ربنا غضان مني يعني هذا نوع من أنواع الزنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محال فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام إلى أن قال صلى الله عليه وسلم والقلب يهوى ويتمنى يبقى الإنسان بيصل لمرحلة الحب المزعوم دوت له حبيبي ولا كلام الفريق ده واسمه زنا القلب مش مش حب اسمه نوع من أنواع الزنا المجازي مش مش تجاوز أن بعض الناس بيخفف المسألة من حيث الألفاظ ليستبيح الفعل فهذه معصية لله سبحانه وتعالى قال الله ولا متخذات أخدان الأخدان ده صديق السر فهذا نوع من أنواع الزنا ونوع من أنواع الخيانة ونوع من أنواع انتهاك عرض الزوج فهذه مسألة ليست هيينة أبدا 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 أن تتساهل المرأة في الكلام مع أشخاص وفيش حاجة اسمها واحدة تتكلم بدون ضرورة وتفضل تتكلم مع ناس من واحد لواحد آخر حتى الشكل صعب الشكل صعب يبقى امرأة تنتقل من الكلام لرجل إلى رجل آخر فيه رخص من الناحية من الناحية الأخلاقية وسانيا تعرض نفسها للفتنة لأن ده مش كلام للإحتياج أو كلام لأجل مثلا سؤال عن مسألة لا ده هي واخدها صديق ووضح من السؤال يعني يعني بس مش حبيب الصديق بقى أحكي له ده اتخاذ الأخذان الاختخاذ الأخذان اللي هو صديق السر الذي يؤدي إلى الزنا ويؤدي إلى الحرام فعليها أن تتوب إلى الله وتعلم ده نوع من أنواع الزنا المجازي ده نوع من أنواع الزنا المجازي يعني قد يؤدي إلى الزنا الحقيقي والعياذ بالله والإنسان لا ينبغي أن ينظر للفتن على أنه أكبر من أن يفتن أي إنسان يعرض نفسه للفتنة يفتن لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث ويحك إن تفتح تلج من فتح نفس باب فتنة فتن والعياذ بالله فهذه معصية من ناحية خيانة للزوج فعليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتعلم أنها أنها وقعت في نوع من أنواع الزنا الحمد لله الذي بصرها بأن تسأل لتبتعد عن هذا كيف تتوب من هذا قال الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهاري وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فتكثري من المحافظة على الفرائد تحافظ على الفرائد تحافظ على السنن الرطبة وتكثري من المحافظة على النفل المطلق وقيام الليل والضحى تكثري من الأعمال الصالحة هذا أمر الأمر الثاني الندم التوبة بالندم من ادعى التوبة بغير ندم فهو لم يتوب الندم على أننا فرطنا في جنب الله وأننا وقعنا في مثل هذه المعصية وأننا تجرأنا على حدود الله سبحانه وتعالى ومن صدق الندم غلق الأبواب على المعصية الباب اللي دخلنا دي المعصية دي إيه لو كان حساب على الفيسبوك الحساب دي يتلغى بالكلية بحيث أن محدش يقعرف يوصلك وقد عرفت وصلي والتليفون الرقم يتغير بالكلية إذا كان فيه كلام بعدر الهاتف ويبقى في حظر أو يتغير بالكلية يبقى أر الله من نفسي أننا تبت وأننا ندمت وأننا يا رب من توبتي أغلقت الأبواب اللي كانت بتوقعني في المعصية أبتعد عنها فعلى قدر الصدق وقدر الندم والصدق في غلق الأبواب اللي سايب الباب متوارب عشان لو حب يرجع عن المعصية يرجع لها أو بحيث أن يحصل ممكن يحصل تواصل لأنه سايب الباب متوارب وملغاش الحسابات أو ما شابه ده لا يخفى على الله سبحانه وتعالى وهذا لم يتب ولا يعان على التوبة التائب يحتاج أن يعان من الله سبحانه وتعالى الندم غلق الأبواب على مثل هذا فعل الأعمال الصالحة ومن تاب تاب الله عليه والله تعالى أعلم سيدي أسأل ويقول حرفت على زوجتي علي الطلاق ما تكلم يخوك نهائيا فقامت بالكلام مع دون علمي ماذا أفعل هنا ينظر أولا قبل أن أقول الحكم عليك أن لا تجعل الطلاق الذي جعله الله بيدك وسيلة لتحقيق ما تريد فهذا أمر خطأ لا ينبغي أن تفعل ذلك وأما من حية الحكم الشارعي ينظر هل كنت تقصد الطلاق إن فعلت الطلاق المعلق يعني هذا خلاصة ما يتعلق بالأمر على الراجح فإذا كنت تقصد التطليق وقع الطلق لأن قلت لها تبقى طالع لو كلمت أخوك هي كلمته فتقع طلق طيب إذا كنت لا تقصد التطليق وتقصد التهديد فأنت آثم لأنك قصدت الحلف بغير الله عز وجل فتتوب إلى الله من هذا وعليك كفارة يمين اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم إن كنت لا تستطيع تصوم ثلاثة أيام والطلاق لم يقع في حال التهديد فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الحكم والله تعالى أعلم أخذت قرض ربوي ومتعسر جدا بسبب هذا الزنب ماذا أفعل ليت الإنسان يسأل قبل أن يفعل نتمنى هذا أحبتي في الله لكن عموما هنا عليه أن يتوب إلى الله يعزم على عدم العودة إذا كان باستطاعته إلغاء المعاملة إلغاء هذه المعاملة ورد القرض فيجب عليه فعل ذلك إذا كان لا يستطيع ففي هذه الحالة يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعزم على عدم العودة ويكسر من الأعمال الصالحة ويسأل الله العونة والله تعالى أعلم هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الأمر إلى هنا أحبت انتهى وقت هذه الحلقة إن شاء الله انت بقى بقاء ولقاء في اللقاء القدم أجيب على بقية الأسئلة الواردة سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر